حققت مصلحة الجمارك زيادة كبيرة في الإرادات الجمهورية خلال عام الماضي 2021 وأكد رئيس المصلحة الإجمالية الإرادات التي حصلتها المصلحة خلال عام 2021 وصلت إلى 571 مليار وأكثر من 243 مليون ريال بزيادة بلغت أكثر من 99% عن العام 2020 حدد البنك المركزي في عدن الثلاثة لإطلاق مزاد جديد على 15 مليون دولار أمريكي وقرر استقبال عطاءات من البنوك المشاركة بالمزاد بمضاعفات الألف دولار شرطا لا تتجوز عطاءات المشاركة الواحد 25% من إجمالي قيمة المزاد ولفت إلى اعتزامه نشر نتائج ترسية المزاد في اليوم نفسه على موقعه الرسمي بعد انتهاء المزاد رفع مالكو المحطات الكهربائية التجارية بمحافظة إب كلفة الخدمة إلى مستويات قياسية في ظل أزمة مشتقات نفطية تفتعلها الميليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها وتزايد الجبايات والإتاوات التي فرضتها الجماعة بين الحين والآخر وأكد مواطنون إن مالكي المحطات الكهربائية التجارية في إب رفع سعر كلفة الكيلوات الواحد في فاتورة شهر يناير إلى مستويات تتراوح بين ثلاثمائة وثمانين ريالا واربعمائة وثلاثين ريالا بدلا عن مائتين وثمانين ريالا وأشار إلى أن ميليشيا الحوثية رفعت من الاشتراكات الخاصة بمحطات الكهرباء والتي قامت بدورها بإضافتها على المواطنين وتتراوح بين ألف مائتين وثلاثة ألف ريال الأمر الذي أضاف عبءا جديدا على المواطن الذي يعاني من ظروف معيشية صعبة أصدر صندوق النظافة والتحصين بمحافظة مارب تقرير أدائه السنوي استعرض في أهم إنجازاته وأبرز مشاريعه المنفذة خلال عام المنصرم ألفين وواحد وعشرين في كافة القطاعات بالمحافظة وأوضح التقرير أن صندوق نفذ العديد من المشاريع شملت أعمال الرصف ببلاطة في اثني عشر شارعا وأربعة مرافق ومشآت حكومية وست دوارات وتقاطعات وساحات في مدينة مارب بمساحة إجمالي تقدر بنحو ستة وعربعين ألف وخمسمائة وتسعين مترا مربعا بالإضافة إلى إنجاز أعمال الإنشاء والتحصين في ثلاث دوارات الرئيسية في المدينة فضلا عن صب بمائة وثلاثة وعشرين قاعدة إنارة وتركيبها في عدد من شوارع المدينة ترجمة نانسي قنقر